بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبابنا الكرام حديثنا اليوم حول مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك في مدينة لندن والسؤال هل اكتشفت لندن الإسلام فجأة إحدى مفاصل الشوارع اللندنية الشهيرة وقبيل بداية الشهر الفضيل اكتست زينة رمضانية لاقت استحسان الكثير واستقرابهم في آن واحد بينما ذهب نادي تشيلسي اللندني الذي اتهم مالكه السابق بتمويل نشاطات استيطانية في القدس نحو تنظيم إفطار رمضاني على أرض ملعبه للمرة الأولى في تاريخه والسؤال هنا هل اكتشفت لندن الإسلام فجأة البعض عز الأمر لارتباطه بكون عمدة لندن مسلم الديانة لكن حقيقة الأمر أن عمدة لندن قد قضى في موقعه سنوات طوال من دون أن يقوم أبدا بأي مبادرة من هذا النوع بل على العكس كان حريصا على تجنب إبراز ميوله الدينية باعتباره يمثل الجميع رغم أنه حاول مداهنة البعض المؤثر وفي عدة مناسبات بحثا عن الحماية والرضا أما نادي تشيلسي فلم يكن يوما قريبا من المسلمين والعرب وهو الذي تأثر طبعا بأهواء مالكيه ومشجعيه وانتماءاتهم الفكرية والعقائدية تماما كما أنديا لندنية أخرى أما اليوم ومع بلوغ المسلمين حدا مهما من تعداد مواطني بريطانيا فإن التعامل معهم ومع متطلباتهم بدأ يأخذ شكلا جديدا نراه في لندن وعديد من المدن البريطانية تشير بعض الأخبار الأولية المتعلقة بسجلات المواليد البريطانية إلى أن الإسم الأكثر تسجيلا في المملكة المتحدة اليوم هو محمد وهذا يجعلنا نستحضر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على الزيادة المتسارعة لحجم المسلمين في بريطانيا بل وفي أوروبا قاطبة ولندن في الواقع ليست المحطة الوحيدة التي تشهد تغييرا كهذا إذ تشاركها الحال ذاته كبرى المدن الإنجليزية الأخرى كبيربينغ هام وشفيلد وليت ومانشستر وكوفينتري وليفربول وغيرها الكثير وصولا إلى اسكتلندا التي تشهد اليوم وصول مسلمين إلى مواقع رئاسة الوزراء والبرلمان وحتى المعارضة الأهمية اليوم لا تكمن في العدد والأسماء فحسب وإنما في القدرة على الفعل والأثر بما يتجانس وقيم الدولة وقوانينها وأهم مواطن التأثير المنشود إنما يكمن في احترام مقر رئيس الحكومة البريطانية المعروف بتين داونين ستريت لمشاعر المسلمين وتغيير موقفه المحايد طارة والمنحاز طاراتا وطارات لدولة الاحتلال الصهيون إضافة إلى ضرورة الامتناع عن استضافة مجرمي الحرب الصهاينة ورموز الاحتلال بما يشمل الامتناع عن استضافة من أصدر أوامره بقتل مئات الفلسطينيين بدم بارد ودون ما محاكمة ليبلغ عدد الشهداء لهذا العام ومنذ بدايته وحتى هذا اللقاء حوالي خمسة وتسعين فلسطينياً ربعهم من الأطفال والنساء ومن أطلق العنان للمستوطنين الصهاينة بحرق منازل الفلسطينيين الآمنين وإدرام النيران في ممتلكاتهم وأبنائهم ومن هو مدان قضائياً بتهم الفساد ويلاحقه شعبه بوصمه ديكتاتوراً مأفوناً نعم إنه بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الصهيونية المجرمة شكلت استضافة لندن للمجرم نتنياهو مؤخراً إهانة للفلسطينيين وللمسلمين والمسيحيين وجميع المناصرين للقضية الفلسطينية خاصة في شهر رمضان المبارك نتنياهو الذي شرعنا قتل الأسرى والناشطين وسحب الجنسية من العرب في فلسطين التاريخية نتنياهو من شجع السرطان الاستيطاني وتحالف مع غلات القتلة مثل بنغابير وسموتريتش وأطلق وإياهم حملة إصدار قوانين عنصرية فاشية بالجملة نتنياهو صاحب مشروع قتل الهوية الفلسطينية وترحيل أصحابها وتجسيد مبدأ الدولة القومية المدعومة بما يسمى باتفاقيات إبراهام التطبيعية واستباحة المقدسات الدينية المسلمة والمسيحية لذلك فإن نقطة الانطلاق صاحبة الأثر الكبير لمسلمي بريطانيا يجب أن تكمن في جعل بريطانيا تعتذر قولا وفعلا عن وعد بالفورة المشؤوم وتتحمل مسؤوليتها التاريخية والمادية تجاه الشعب الفلسطيني المكلوم فتصلح خطأها التاريخي تجاهه الذي ولد حروبا ونكبات ونكسات ومجازر وتهجيرا وتشريدا واقتحامات وجرائم حرب لا تعد ولا تقصى وعلى الصعيد الداخلي فإن الأثر المهم لتنامي أعداد المسلمين في بريطانيا إنما يكمن في ممارسة المسلم لدوره الحضاري الإنساني المتنور في خدمة التعايش والاحترام وتعزيز أواصر الترابط والإزدهار والتطور والإبداع تحقيقا للنخضة العقائدية والأخلاقية والمعرفية التي جسدها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون الذين كانوا مبتكرين في منارات مكانية مهمة قدمت للبشرية خدمات جليلة في عوالم الإنسانيات والبنية التحتية والفلك والعلوم والرياضيات والصحة والطاقة والهندسة وجميع مناحي التنمية والمهم أيضا أن يكون للمسلمين أثرهم في خدمة تعاليم دينهم السمح بعيدا عن التشدد والتعصد ومحاربة الصورة النمطية التي حاول أعداء الإسلام الحنيف وأعوانهم المرتزقة إلصاقها بالإسلام من تزمت وقتل وانتحار فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده محققا ما ورد في القرآن الكريم وكنتم خير أمة أخرجت للناس فهل نرى قريبا مدنا بريطانية أخرى تنضم للندن في اكتشافها الفعل للإسلام وتصالحها معه بعد أن مارست ما مارست من تجاهل واستعلاء العبرة في العدد والتأثير وليس بالأحلام والأمنيات ننتظر ونرى شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة